هنا مشهد مهيب للشعلة السابعة والخمسي لثورة السادس والعشرين من سبتمبر توقض في مدينة عتق بشبوة المحطة التي تجدد فيها العهد والأمل من جديد المشهد تكرر في أغلب محافظات الجمهورية ففي محافظة الجوف أقيم أيضا حفل إيقاد شعلة السادس والعشرين من سبتمبر وسط حضور رسمي وشعبي وأطلقت ألعاب نارية في سماء المدينة افتهاجا بحلول ذكرى الثورة السلطات المحلية بمحافظة مأرب بدورها أقامت حفلا شعبي وخطابيا وحاضر الحفل الفنية والخطابي محافظ المحافظة سلطان العرادة وقائد اللواء ستة وعشرين مشا مفرح بحيبح وعدد من القيادات العسكرية والأمنية أما في تعز تحديدا بمدينة التربة فقد أوقدت قيادات أمنية الشعلة إلى جانب حضور أبناء المحافظة الذين أكدوا استمرارهم في مقاومة مشاريع الرجعية والانتصار للجمهورية ومواجهة كل التحديات التي تمر بها البلاد في مدينة تعز حضر جمع غفير من أبناء المحافظة أيضا لإحياء الذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر بمهرجان كرنفالي وخطابي في شارع جمال وسط المدينة تخلل المهرجان فقرات غنائية ورقصات شعبية وعروض متنوعة هذه جبال صعدة ترفع علم الجمهورية وتترك الحرب في استراحة محارب للاحتفال بثورة سبتمبر المجيدة أيضا قوات الجيش الوطني المتمركزة في محور علب قررت إحياء ذكرى الثورة على طريقتها الخاصة وذلك بتقديم عرض عسكري شارك فيه جميع ألوية المحور احتفالا بذكرى يوم لم تصنعه شمس الضحى كما قال الزبيري لكنه نتج عن معاناة استمرت قرونا طويلة وها هي اليوم تواصل طريقها بثورة مستمرة